ريفي الموجود معنا في الستوديو استشاري العلاقات الأسرية لأستاذ عبدالله ربيع أستاذ عبدالله زي حضرتك أهلا بيك إيه لغبور طبعا ده مش أول لقاء ودايما حلقاتنا بيبقى فيها محتوى مميز يا الله بينا فالنهاردة كمان حلقة حساسة جدا شريك الحياة وما فيش أهم من شريك الحياة شريك الحياة سواء ست أو راجل يعني إزاي يختار شريك حياتي معظم اللي بيختاره دلوقتي بنختار يعني القلب القلب هو اللي بيختار تيجي تلاقي البنت تقولك أنا حبيته طب ده فيه كذا وكذا لا لا بس أنا بحبه أنا مقداش أستغنى عنه ونفس الحكاية برضو تلاقي شاب مختار واحدة لا هي شبهه ولا هي من معايير عيلته ولا ثقافته ولا حاجة خالص ولا كان حبيته فمنلاقي بعد كيه مشاكل جسيمة جدا مشاكل كبيرة جدا بتحصل في العيلة لكن كان الاختيار من البداية قولك إيما أنا قلتلك من الأول تلاقي الأم تقوله يا ابني أنا قلبي مش مرتاح لها يا ابني دي مش شبهنا دي مش بتاعتنا لكن في الأول لا الحب ثم الحب ثم القلب لكن خلينا النهار ده بقى نتكلم معايير علمية معايير كده واضحة إزاي أختار شريك الحياة من موضوع يعني الموضوع يبان سهل لكن هو مسهل صعب جدا هو صعب تحب نبتدي بالراجل ولا الستة؟ بالتنين بقى عمومة بالتنين لأن مش معنى أن فيه واحدة شكلها عجبني وتفاصيلها عجباني أنها تصلح أنها تبقى زوجة وأم والعكس صحيح مش معنى أن أنا شايفة حد بيملى مشاعر الحب عندي أو مشاعر التأدير عندي أنه هيصلح أنه هيبقى زوج وأب جيد فدي من الحاجات المهمة أي راجل وستة يحطوها دايما في أولوياتهم إحنا بنتجوز مين ومن الحاجات الكارثية اللي أي راجل وستة بيقع دايما فيها مع بداية أي علاقة I can fix him أنا أصلحه بالضبط أنا أغيره أنا أغيره ده فيه كذا وكذا لا لا أنا أغيره لا بعد الجواز وشبهة كده خالص آه يعني أنا فاكر واحدة بتقولي دايما أو كانت بتقولي ما أنا في بداية الجواز كنت متخيلة بقى زي ما في الماضي كانوا بيقولوا الجوزك على ما تعوديه فيش حاجة اسمها كده ولا هتعرفي تغير الراجل ولا الراجل هيعرفي غير ست فاعتقاد بقى أن أنا لما هتجوزها بقت في بيتي فهغيرها مش هيحصل ولعكس صحيح فالتصدام أصلا دايما جوه الدايرة بتاعة الجواز وجوه البيت بييجي من هنا إن بحاول أغير وفرد سيطارتي على الطرف التاني سواء راجل أو ست ما بيستجبش فينشأ الخلافة لكن في المطلق هل في حد بيتغير لا يمكن إلا إذا كان الشخص هو عايز يتغير شايفي أن السلوك ده بيدره فهو عايز يغيره لكن هتغير عشان إيمان قالت لي اتغير أقسم بالله ما هيحصل ولا هتغير عشان عبدالله قالت غير مش هيحصل مش هيحصل